في انتهاك جديد لحرمة الكنائس والأديار أقدم مشهورون ليل السبت الأحد على سرقة كنيسة مرسر كيسو باخوس في كفر عبيدة وقد عمد اللصوص إلى دخول الكنيسة عبر خلع الباب الغربي وسرقة محتويات صندوق النظرات جينا ساعة 9 الصبح لقينا الباب مخلوة من فوق مأروس بحريدة ومكسور الصندوق فيه ومفتوح الباب فقدنا اطلع مكسور باب الصندوق النظرات اتنينهم وفي غرفة التياب تبع الخورة كمان لعبين فيها كابين التياب على الأرض مش لقين شي ياخدينه اخدين انظرات بس هلا انظرات ما بنعرف يميتون قد شي بحدود المليون ليرة تحت المليون ليرة شوية وقد حضرت إلى المكان القوى الأمنية وبوصل التحقيق لكشف الفاعلين